النقابة العملية المستقلة تبدي موافقة مبدئية مضامين المشروع التمهيدي لتعديل الدستور خاصة ما تعلق بالحريات النقابية كالإضراب والتفاوض مع السلطات وغيرها في أول تعقيب لها على مسودة الدستور نقابة ممارس الصحة العمومية تعتبر أن المشروع حمل أمور إيجابية وحافظ على حق جميع العمال في ممارسة الحق النقابي كل دستور اللي قبلوا يعني الشيء اللي يهمناك على مستوى الحقوق النقابية يعني مكرس موجود حق المواطن كعامل يعني في ممارسة الانخيرات في نقابة تشكيل نقابة ولا تحسيس نقابة حق الإضراب الحق في التفاوض كله مكرس يعني في ويرتقب أن تجتمع النقابة المنظمة تحت لواء كونفدرالية النقابات المستقلة بحر الأسبوع الحالي لتقديم موقف موحد حول مشروع الدستور مع تقديم مقترحاتها إلى لجنة أحمد العرابة لقاء مبرمج كذلك كونفدرالية النقابات الجزائرية خلال هذا الأسبوع راح يكون نترقوا لهذه النقطة وهذا الموضوع وفي الشك أنه راح يكون فيها عمل باسم النقابات في إطار هذا التعديل لإنتعى الدستور ولا حتى خاصة القوانين العضوية لأن هذا شيء لها من الدرجة الأولى وتعاون النقابة المستقلة لإشراكها في القوانين العضوية لمجرد انتهاء من التصويت على الدستور لأن حجر الزاوية كما قالت المشكلة هو في القوانين العضوية لتضمن هذا الممارسة وتكرزها لأرض الواقع وعلى هذا المستوى تطبيق القوانين فيه إشكال فيه قوانين فيه مواد يجب أن تعدل ويجب إعدة النظر فيها القانون 2014 القانون 90-02 خلال العقدين الماضيين ضايق النظام السابق على النقابات المستقلة مقابل التمكين المركزية النقابية فالهي سيؤسس الدستور الجديد لممارسة نقابية فعلية